راح نقيم شخصيات جراند نعم من حيث العنف شباب من هي أعنف شخصية في ألعاب جي تي اي سلسلة بطبيعة الحال وأيضا راح نقيمهم من حيث الشخصية الأسطورية الرهابة بالنسبة لي بطبيعة الحال أنا أول يوتيوبر أظن أعملها هكذا تقييمين في نفس الفيديو شباب المهم يلا نبدأ يا حبيبي طبعا انظروا الترتيب هو الأعنف بعدها عنيف ممرة عادي مسالم اشتبغى اشتبغى ليست عنيفة نهائيا طبعا هذا هو الترتيب وأيضا شخصية جراند شباب هو كلاود من جي تي اي ثري أيضا تومي فيرسيتي من جي تي في سي تي سي جاي المعروف لا يعرف من جي تي اي سن اندرس نيكو بيليك من جي تي اي فور مايكل شباب وفرانكلين وتريفر من جي تي اي فايف أكيد الآن راح نرتبوه من الأعنف شباب من أعنف شخصية طبعا أنا سألت شباب يعني الدكاء الإصطيناعي نعم عن السبع شخصية من أعنف شخصية وقلت له أوصف لي يعني وبعدها كتب لي هل هي أعنف شخصية أم لا المهم نبدأ بتريفر شباب يعني أعنف شخصية هي تريفر واحد تريفر فيليبس من جي تي اي في الوصف مجنون متقلب المزاج مدمن مخدرات عدواني للغاية لا يتردد في استخدام العنف المفرط ضد أي شخص يتمتع بمهارة قتالية عالية وطا الشيث العنف الأكثر عنفا بين جميع الشخصية وطا الشيث مر خرافي هذا راح يخلينا نضعه الأعنف ونحن مريحين يا حبيبي أين هو تريفر هذا هو شباب تريفر الأعنف يا حبيبي من دون أي منازع أوكي خلينا نرجع ونشوف شباب أيضا الشخصية التانية نعم سي جي وكارل جونسون شباب جي تي اي سان اندرس يلا الوصف عصبي وسريع الانفعال نشأ في بيئة مليئة بالعنف نعم عازم على الانتقام وقتل المسؤولين عن مقتل والدته يتورط في العديد من جرائم العنف خلال رحلته شباب نعم والعنف شخصية عنيفة للغاية لكن دوافعه غالبا ما تكون مفهومة نعم شباب يعني هو يسوي العنف وكذا من يعني أشياء تكون تحتاج هذا التصرف نعم لذلك رح ما نحطه الأعنف رح نحطه عنيف شباب نعم عنيف هنا يا حبيبي هو عنيف حقيقة ايضا خلينا نروح للشخصية اللي بعدها الثالث مايكل دي سانتا من جيتي ايفي الوصف قاتل محترف سابق يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة سريع الغضب يلجأ إلى العنف عندما يشعر بالتهديد أو لحماية عائلته انظروا العنف شخصية عنيفة لكنه غالبا ما يكون مدروسا في استخدام العنف يعني شباب ليس عنيف كثيرا لذلك أظن رح أحطه عادي شباب نعم أحطه عادي أين هو مايكل نعم رح أحطه عادي شباب هنا عادي لأن الوصف الخاص به يعني عادي جدا أوكي نروح اللي بعده نيكو بيليك من جيتي ايفور الوصف مهاجر يحاول تحقيق الحلم الأمريكي يتورط في عالم الجريمة بشكل غير متوقع مجبر على ارتكاب أعمال عنيفة للبقاء على قيد الحياة وطشيت مجبر على ارتكاب أعمال عنيفة لكي يبقى على قيد الحياة يعني أناني هذا وطشيت العنف شخصية عنيفة لكنه غالبا ما يكون مضطرا لذلك يعني مضطر فأظن راح أخليه شباب عنيف هذا والله من جد عنيف نيكو بيليك يلا عنيف يا حبيبي أوكي نروح اللي بعده أيضا شباب هذا بالنسبة للدكة الاستيناعي شباب نعم واللي كتب لي هذا ونحن نرتبها يعني المهم تومي فيرسيتي من جيتي اي في سيتي شباب الوصف جندي سابق طموح ومستعد للقيام بأي شيء لتحقيق أهدافه يتحول إلى مجرم ناجح في مدينة في سيتي يستخدم العنف بشكل منهجي لتحقيق أهدافه ووو العنف شخصية عنيفة وباردة لا تتردد في القتل لتحقيق مصلحتها هذا من جد أنا نواطشت أوكي هذا شباب راح أضعه أيضا أين هو عنيف شباب نعم عنيف راح أضعه هنا يا حبيبي تبقى كلاود وفرانكلي نعم يلا خلينا نروح كلاود واو كلاود من جيت إيثري الوصف صامت بطبيعته لا يتكلم شباب وغامض لديه ماض غامض يتورط في عالم الجريمة في مدينة ليبرتي سيتي مدينة الحرية يستخدم العنف للدفاع عن نفسه وتحقيق أهدافه أوكي العنف شخصية عنيفة لكن دوافعه غالبا ما تكون غير واضحة غير واضحة يعني يستخدم العنف ودوافعه غير واضحة واو أوكي هذا رح أضعه مو مرة شباب يعني دوافعه ليست واضحة أوكي ضعه هنا مو مرة أوكي الآن فرانكلين هي شباب الشخصية اللي غير غير شباب عنيفة نهائيا فرانكلين كلينتون من جيت اي في شب طموح من جنوب لوس سانتوس يسعى للهرب من حياة العصابات يتورط مع مجريمين خطيرين يستخدم العنف للبقاء على قيد الحياة وتحقيق أهدافه أوكي نفس الوصف اللي سمعتم من قبل هذا الوصف شباب أظن في يعني شخصية من قبل المهم لا علينا العنف شخصية عنيفة لكن غالبا ما يكون مضطرا لذلك يعني هذا شباب نفس الترتب أظن رح أضعه عادي والله مدري رح أضعه عادي هذا هو الترتب شباب من الأعنف يعني إلى العادي ليس موجود مسالم وهكذا واشتبغى غير موجودين كلهم تقريبا من الأعنف حتى العادي فقط الآن رح شباب أكتب قائمة أخرى وأقيمهم بالنسبة للرهابة والشخصية اللي أحبها أوكي ها هو شباب خرافي أسطورة جيد عادي ما يعجبني زي وأكملوها أنتم شباب وقولوا أي كلمة ما تعجبكم عملوها فاذا الخير المهم لا علينا نبدأ شباب طبعا رح نبدأ بكلاود كلاود شباب صراحة أنا جربت يعني جيت إيثري البريحة وما نحكم على يعني هكذا كل الشخصية أنا صراحة رأيت بأنه صامت هكذا عادي يعني شخصية عادية وهو شخصية صامت شباب شخصية صامت في اللعبة وأنا الصراحة ما يعجبني الشخصية الصامتة وهكذا وما تكون يعني مرة حمس هكذا وعنيف ما تعجبني الصراحة أنا تعجبني الشخصية اللي تكون رهيبة وعندها شباب شخصية يعني هكذا مدري تكون هيبة هيبة نعم لذلك أنا أحس رح أضعه شباب ما يعجبني نعم ما عجبني نهائيا شخصيته عادي جدا اوكي تومي شباب تومي أظن أنا لعبت جتي في سيتي شباب نعم أنا لعبها هكذا وخطمها رأيت بأنه شباب هكذا الصراحة عنده شخصية هكذا هيبة شباب يخافون منه هكذا هكذا كأنه حاس أنه يعني ملك شباب ملك المافيا أولي أدري هكذا الصراحة رائع لذلك رح أحطه جيد شباب لبأس به يعني سي جي يا حبيبي طبعا رح أقيمه شباب يعني ما تقولون بأنه أنا أحب جتي اي سان اندرس فرح أمدحه هكذا رح أقول لكم الحقيقة عنه جتي اي شباب سان اندرس هذه شخصية سي جي مرة خرافية شباب يعني هكذا مدري كيف شخصية هيبة أيضا تعرف كيف تتكلم أيضا شخصية رهيبة شباب رهيبة مدري كيف أنا تعجبني مرة تعجبني شباب تعجبني شخصيته أكثر شخصية تعجبني هو شخصية سي جي والصراحة أنا ما أعرف أوصف لكم هذه الشخصية شباب أنتم ابحثوا عنها وشوفوا الشخصية وتعمقوا لعبوا جتي اي سان اندرس بشكل كبير وخطموا اللعبة وهكذا ورح تعرفوا على إيش أنا أتكلم وتفهموني جيدا رح أحطوا خرافي من دون أي كلام شباب ومن دون مبالغ بطبيعة الحال أنا أقيموا هكذا الشباب من دون ما أكدب أو شيء يعني مبالغ هذا يستحقه شباب خرافي نيكو بيلك شباب الصراحة ما أعرفه كثيرا لأني لما أتعمق في جتي اي فور لم ألعبها كثيرا يعني فرح أحطوا يعني رح أحطوا أين أحطوا شباب توجد ما يعجبني يلا أحطوا ما يعجبني أو أقول أخليه ما يعجبني يلا خليه ما يعجبني مايكل شباب مايكل نعم مايكل أحسوا الصراحة يعني عادي شباب عادي ألا تحسون والله أحسوا شخصية يعني عادية جدا من جتي اي فايف لذلك رح أحطوا عادي ومولست متعمقوا في جتي اي فايف كثيرا لذلك رح أقيمهم على السريع شباب هذه الشخصيات متعمقت فيهم وما أعرفهم كثيرا قرأت فقط ذلك الوصف اللي خبرني به يعني في الدكاء الإصطناع لما سألت المهم فانظروا شو هذا فرانكلين صراحة فرانكلين مرة رهيب شباب تعجبني صراحة لما يلعبون به في جتي اي فايف هاكذا شخصية صراحة لأدري جميلة شو يشبه أيضا سي جي لذلك أنا رح أحطوا شباب أسطورة نعم رح أحطوا أسطورة يلا وتريفر تريفر صراحة شخصيته هاكذا مدري عنيف شباب هاكذا لكن أحس شخصيته مدري كأنه هاكذا الشباب مدري كيف أحسوا هاكذا شباب لا أدري كيف أوصفوا لكم لكن مدري مدري كيف شخصية قذرة نعم شباب وغريبة الأطوار هاكذا نعم يلعبوا جتي اي فايف ها عن شخصية شباب شخصية تريفر وخط يملعبوا هاكذا رح تعرفوا على إيش أنا أتكلم أيضا شخصية تريفر أحس هاكذا لكن ليست هي بمرة شخصية تريفر شباب شخصيته أحس يعني ما تعجبني نعم رح أحطها ما يعجبني نهائيا شباب هنا أوكي هذا هو الترتيب شباب الشخصية انظروا كيف خرافي أتمنى يكون أعجبكم الفيديو شباب أعطوني رأيكم في تعليقات وكتبوا لي أكثر شخصية أنتم تعجبكم وهاكذا وكتبوا لي وصف كل الشخصية جراند بالنسبة لكم وكتبوا لي الوصف الخاص به وإذا تعجبكم أو لا وهاكذا المهم أتمنى يكون أعجبكم الفيديو لا تنسوا شباب اللايك والاشتراك ويلا أشوفكم في المقاطع الجاية إن شاء الله ومع السلامة شكرا